أهلا بحضراتكم من جديد وآخر فقرة من فقرات برنامج الترند وقتنا معكم بيجروا في سرعة لكن قدر يمكن بلحاول نستعرض أكبر قدر من فقرات البرنامج لكن نروح بسرعة لبقى لمشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه في بداية الحلقة رأيكم في قرأة كأس العالم للأندية محمد هاني بيقول بطولة صعبة والقرأة صعبة لكن الأهلي أدها قل يا رب معز حمد الأزهر بيقول صعبة شوية لكن الأهلي زي ما هو معودنا قادر على تحقيق نتيجة جيدة في كأس العالم للأندية بالتوفيئ إن شاء الله طيب كمان في آراء أخرى محمد د craft بيقول صعبة بس إن شاء الله النادي الأهلي أدها عبد الرحمن صلاح بيقول صعبة بس الأهلي يقدر إن شاء الله كمان عدد من الآراء ووجهات النظر رابح قال بيقول صعبة بس إن شاء الله النادي الأهلي أدها مصطفى قرم بيقول صعب بس الناد الأهل يقدر يفوز على الدحيل القطري في أول مباراة إن شاء الله الناس عندها تفاقل كبير بإذن الله في هذه البطولة مصطفى محمود بيقول قرعة صعبة لكن إن شاء الله الآهل أدهه قدود محمد طلبة بيقول صعبة جدا طيب آخر آراء معنا بالنسبة لمشركة الجماهير عبدالله ناشاد بيقول صعب على الأهل بس الأهل فوق الجميع الأهل قادر محمود ده صبح بيقول الأهل قادر إن شاء الله على تحقيق اللقب ثقتنا في الاهل ملهاش حدود طيب دي كانت مجموعة من اراء ومشاركات الجماهير على السؤال اللي طرحناه رأيهم في قرعة كأس العالم للاندية الاراء كلها رايحة في اطار ايجابي وفي نفس الوقت الناس عارفة ان المباريات صعبة والبطولة صعبة والبداية قوية لكن في نفس الوقت الناس عندها الثقة ان الفريق يقدر يعمل نتيجة جيدة باذن الله في هذه البطولة بشكل عام مشاركتك في محفل دول زي دا حاجة كبيرة جدا والبداية قمة عربية بنكهة عالمية بين الاهل والدحيل ثم بعد ذلك هتلعب ان شاء الله بإذن الله يعني المرحلة اللي بعدها بايرن ميوني كل دي امور تدعوك للتفاؤل في هذه البطولة انك تقدم افضل ما لديك وتأمل افضل ما لديك في هذه البطولة وتقدم مباريات جيدة لكن في النهاية التوفيق بإذن الله ان شاء الله يكون حليفك في هذه البطولة وجودك في هذا المحفل الدولي ومحفل العالمي حاجة كبيرة جدا وجمهور النادي الآلي أكيد سعيد بهذه الخطوات مشاركة كمان برقم قياسي ست أرقام قياسية من خلال مشاركة في كاس العالم الأندية وتقدر كمان تقصر الرقم القياسي في عدد المباريات في كاس العالم الأندية رقم أوكلاند سيتي اللي انسحب ومش هيكون موجود في هذه البطولة تلعى مبارتين على الـ 12 مباطب 14 مباراة في بطولة دولية تحت إشراف الاتحاد الدولي فيفا بشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترينت شكرا وإلى اللقاء